أهلا بحضراتكم مرة تانية أخبار كتير جدا مهمة بتخص النادي الأهلي بالتحديد قبل بتكلم كمان على الفريق الأول لكرة القدم النهاردة خبر مهم تم الإعلان عنه من حوالي ساعة ونص قبل دلوقتي بشكل رسمي وهو بيتعلق بشركة الأهلي لكرة القدم وبالتحديد بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة اجتماع كان صباح اليوم واللي أصفر عنه الإعلان عن رئيس شركة الأهلي لكرة القدم الجديد وهو المهندس عدل القيعي القيمة والقامة الكبيرة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي وعضوية كل من طبعا أكيد الأستاذ خالد عبدالقادر رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة ما بين 2011 حتى 2020 والمهندس أحمد حسام عوض أحد الكبادر الشابة بالنادي واللي حاصل على العديد من الشهادات العلمية ورئيوضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات فبالتالي قرارات كانت مهمة وأسماء يعني تعريفه معروف جدا مدى قيمتها وبتحديد كمان المهندس عدل القيعي اللي تقلد عدد كبير جدا من المناصب داخل القلعة الحمراء على مدار عدد كبير قوي من السنوات ما شاء الله كعضوا بمجلس الإدارة في السابق وكمان كمديرا تنفيذيا أو كمشرف على النشاط الرياضي أو حتى كمسؤول عن ملف التعاقدات أو حتى مديرا كمان للتسويق والاستثمار فبالتالي يعني مشوار كبير جدا لمهندس عدل القيعي وأخيرا منصب مهم قوي وهو منصب فيه تحديات عظيمة جدا جدا لمهندس عدل القيعي وأيضا مهندس حسام عوض وهو رئاسة وعضوية شركة الأهلي لكرة القدم إن شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق وعندنا ثقة كبيرة جدا فيهم طبعا لأنهم لو بتكلم على صعيد العضوية فكوادر مهمة جدا لو بتكلم على صعيد الرئاسة فبتكلم على قيمة كبيرة قوي قوي لها تاريخ كبير جوى النادي الأهلي وهو المهندس عدل القيعي بتمنى له كل التوفيق وهو طبعا بنتشرف بزمالته هنا في قناة النادي الأهلي وبرضو ده دور مهم بالنسبة له في تاريخه المهني بالتحديد والإعلامي ويعني كلامه والحديث الدائم من خلال برنامج مالك وكتابة عن النادي الأهلي ودفاعه عن النادي في كل الأمور اللي ممكن تكون بتصوار على الساحة الرياضية وأستاذ أكيد من تعلم منه في جانب الإعلامي نتمنى له التوفيق ببرك لهم طبعا بتمنى لهم إن شاء الله يكونوا موافقين في هذه المهمة الصعبة والتحدي المهم قوي قوي اللي أكيد كل جمهور النادي الأهلي حيتابعوا خلال الفترة الجاية في مختلف الملفات اللي بتخص كرة القدم في النادي الأهلي من خلال الشركة بالتحديد